ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر توقف على البواب طبع القوة المغيرة تلبس إشار بيت تعمل كل الأشياء ما تزعلوا مني يا لأنا ما عم حاول قول شي لحدا يعني ربي برككم جميعا كلكم أبطال وأحبة وكل شي بس عم حاول فهمك شي ما هيدا ما بيغير حياة حدا اللي بيغير حياة حدا هو يسوع اللي فيك الظاهر اللي مبين بأنه في شي بحياتك اسمعني ما في لزوم أنك تحكي ولا كلمة الناس رح تجي لعندك تقولك ما نكون مثلك اسمعني يا أحبة يعقوب قد قتل قد أعدم ها وبطرس مقيد بسلاسل بقلب سجن وينتظر أنه يعدم هو أيضا في الصباح فيما ده سيقول إذا الملك اللي عنده بالليل شايفه نايم كيفك تنام بهيك وقت إنسان اللي اختبر الرابي أحبة بهذه الظروف يدرك بأنه ليه حياة هي المسيح والموت ربح ليه أنا ما أقول لك روح انتحر لا أنا ما أقول لك كون من دون مسئولية أنا ما أقول لك بأنك تصير شخص عديم المسئولي أنا ما أقول لك أنك تصير مستلشة بصحتك وبحياتك أنا اللي أقوله هو التالي بأنك تعيش حياة تدرك جيدا بأنه يسوع في قاربك عندك هذا الاختبار وفي يده قلبك وحياتك تعم الشريعة هيك بده لكن سمعني أحبة كثير أشخاص تعتقد بأنه أنا نضفت لأنه كنت هيك عملت أنا نضفت لأنه هيك عملت لكن رابعا بيقول لك اليوم أنت تحررت من الشريعة مشان هيك أنت لا تسمر لأنه تطلع من هون وتكمل عيش حياة مثل كل الناس وكل ما غلطت غلطة ضميرك له يروح لدوس بيقول لك شو عملت بتروح أنت الموضوع مش يسا رضي عنك الموضوع أنك أنت ما عندك حياة أصلا ولا اختبار معه وهو لا يريدك سمعني أن تحيا هذه النوع من الحياة لأن حياة فارغة لا يوجد فيها إسمار النهار اللي بتختبر الرب بحياتك سوف تسمر لله هللويا تسمر قد عطقت من هذا النوع من الحياة من الشريعة عمول وما تعمل عمول وما تعمل والآن تزوجت بشخص عم بيقول لك أنا أريد أنك تختبرني في حياتك من أجل الإسمار غير عادي هشوف سمع راك كي تسمر لله شنيك أنا وأنت أحب حياتنا بلدكم مؤثرة النهار بصير في عنا حياة حقيقية معه اشتركوا في القناة